علماء يحذرون من أمراض خطيرة يسببها مشروب الكولة حذر أطباء من جنوب أفريقيا من شرب علبتين من الكولة اسبوعيا حيث يزداد خطر الإصابة بمرض السكري والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب أجرى باحثون من جامعة ستيلي نوبوش البريطانية تجربة أظهرت أن الجسم يصاب بتغييرات سلبية بعد عشرة أسابيع من شرب مستمر للكولة وفي الوقت نفسه أكد الأطباء أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الغازية بدون سكر يكونون أقل عرضة للأضرار وذلك باستخدام المحليات الصناعية عوضا عن السكر شكرا للمشاهدة أتمنى أعمل لايك للفيديو ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك جديدي